أهلاً بالربيع أهلاً بالعيد المفضل لدى المصريين منذ قديم الأزل وأهلاً أيضاً بحفلات الربيع خلينا يعني نزف لحضراتكم خبر مهم جداً يعني مش حابة بس فالقاهرة حيبقى في كل المحافظات شركة المتحدة لخدمات الإعلامية أطلقت أكبر برنامج للفعاليات الفنية والترفيهية في الوطن العربي البرنامج ده حيبقى اسمه ليالي مصر وحيجوب عدد كبير من محافظات الصعيد والدلتة من خلال أعياد الربيع وده استكمالاً لمسير التحقيق العدالة الفنية إتاحة الفن والترفيه لكل فئات المجتمع في كل المناطق في كل المحافظات المصرية الجميع سواسية في هذا الأمر أكيد مشروع ليالي مصر ده حيشمل إقامة بقى فعاليات الترفيهية حفلات بقى أسعار مخفضة علشان الناس تقدر تروح بر القاهرة وما تبقاش مجبرة إنها عشان تحضر حفلة حلوة وتنبسط وتشوف مطربها المفضل إنه يسافر لغاية العاصمة أعتقد ده ممكن يفرق جداً في تنشيط السياحة الداخلية أعتقد ده ممكن يفرق جداً في إن الناس تنبسط وتحس إن كل الناس بتجيلها لغاية عندها توزيع العدالة الفنية زي ما بقلنا سنين بنتكلم في الموضوع ده أعتقد إنه هو ده اللي بيتحقق فعلاً من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خليناً رحب بضفنا في الستوديو الأستاذ مصطفى حمدي الناقد الفني اللي بنوارنا وشرفنا صباح الفل أهلاً وسهلاً صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدين صباح الخير يا وصول طيب ليالي مصر اسم رطيف جداً مختلف جداً وأديه قريب من الناس وأعتقد إن الفكرة وصلت من مجرد إن إحنا سمينا الاسم إزاي إنت شايف إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقدم خدمة لمختلف الفئات كل الناس من وهي موجودة في محافظتها مش محتاجة تتنقل وحتشوف حاجة تفسطها وتحسسها بالترفيه والمتح بداية كل سنة واتوا طيبين كل المصريين بخير يا رب وسعادة والحقيقة إنه أنا موجب باسم لالي مصر مبدئياً لأنه فيه مبدئياً كده الاسم يعني بيعكس الهوية المصرية والاسم معبر جداً بالإضافة إلى إنه لالي مصر هنا أعرى إنه شامل إنه مش بتتكلم على منطقة معينة أو محافظة معينة لا اللالي لكل محافظات مصر والحقيقة إنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتواصل دعمها لفكرة نشر الوعي والثقافة والفنون في المجتمع المصري وهي لعبة دور رائد جداً في هذه النقطة خصوصاً إنه المجالات اللي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقدم خدماتها فيها بقت متنوعة بداية من الدراما مروراً بالسينما ووصولاً إلى الموسيقى وأنا يمكن منحز أكتر لفكرة الحفلات الموسيقية والموسيقى بشكل خاص لأنه إحنا عدنا سنين طويلة جداً بعيد عن الاهتمام الحقيقي من خلال كيانات كبرى بالحفلات الموسيقية زمان كنا متعودين بنشوف لالي التلفزيون وحفلات الربيع وتوقفت منذ سنوات طويلة جداً وكنت بقول دايماً إنه إحنا بنفتقد لوجود مهرجان فني أو مهرجان موسيقي كبير ولكن ده تحقق إن الشركة المتحدة السنة اللي فاتت عملت مهرجان العالمين وكان مهرجان ضخم جداً ويعتبر من أضخم المهرجانات الموسيقية اللي تعملت في المنطقة دلوقتي بنعمل ليالي مصر وليالي مصر يمكن هو مهرجان موسيقي مختلف عن الشهل التقليدي لفكرة المهرجان اللي بيقام في مكان واحد أو مدينة واحدة ده مجموعة حفلات بتغطي أغلب المحافظات المصرية وفيه نقطة مهمة جداً تتعلق بفكرة إنه يكون حفلات من دلتا لحد الصعيد لمدن الساحل يعني كل المحافظات المصرية دي نقطة مهمة جداً إنه دايماً كانت فيه مشكلة عندنا فيه أماكن إقامة الحفلات إنه كان القاهرة والوسكندرية والمدن الساحلية هي اللي بتنال الاهتمام الأكبر لكن دلوقتي حفلات الموسيقية تحديدة بتوصل كل المحافظات لك أن تتخيل إنه فيه محافظات في الصعيد الناس بتبقى عندها شغف ورغبة شديدة جداً في إنه يشوفوا مطر بقى ويحضروا حفلة ده ما كانش بيبقى متوفر في السنين فاتت فإنك توصل للمتلقي في مكانه وفي محافظته ونجمه المفضل يبقى موجود هناك فجي رسالة عطاق المهمة جداً طيب إدينا الخريطة يعني الخريطة دي هيتعمل لها أبديت كل أسبوع ولا فيه حاجات اتحطت خلاص سستمت على الجدول يعني حنبيدي بإيه طيب ولا إحنا بدأنا فعلاً لا إحنا بدأنا مبارح كان فيه حكيم في شبين الكوم وكانت حفلة كبيرة جداً جداً النهاردة رمي صبري ومسلم في العبور وأنا أعتقد أنه خريطة الحفلات بتعملها أبديت طول الوقت وبتتجدد ويبقى فيها تنقلات وأفكار مختلفة والنهاردة في شبين الكوم بكرة في العبور بعده ممكن في المنصورة وبعده في محافظة في الصعيد فهي فكرة التجديد أو الانتشار أو التوسع دي هي اللي ممكن تعمل حالة من الاستمرارية والزخم للتجربة أو تجربة ليالي مصر لكن في نقطة مهمة قوي يمكن الشركة المتحدة ركزت عليها في بيانها وهو العدالة الثقافية أو العدالة الفنية دي رسالة مهمة جداً لسبب بسيط أنه دايماً الجمهور أو أبناء المحافظات والأقلين بيحسوا أنه مفيش اهتمام فني وثقافي بيهم صحيح تحقيق العدالة الثقافية هنا ويمكن ده مصطلح مهم جداً هو فكرة أنه بوفر للمتلقي في كافة المحافظات المنتج الثقافي والمنتج الفني وبيوصلوا لحد عنده العدالة دي فكرة أنه في محافظات كتير قوي في مصر متميزة فنياً ومتميزة ثقافياً يعني بصدول مثلاً اسكندرية يمكن هي تاني محافظة بعد القاهرة العاصمة يعني اللي بيبقى فيها فعاليات فنية اللي بيبقى فيها أحداث ثقافية فأنك تخلق حالة العدالة الثقافية دي بأنه كل محافظة بيبقى فيها فعاليات فنية فعاليات ثقافية أعتقد ده مهم جداً ومهم جداً على مستويات كتير مش فكرة أنه بقدم حفلات بس مهم على مستويات لها علاقة بالوعي مهم على مستويات لها علاقة بمواجهة الأفكار المتطرفة مهم على مستويات كتير جداً أنه المواطن يحس أنه هو الخدمة الثقافية. أنت جايلي الغاية عندي وأنا موجود ومعمول حسابي ومعمول حساب زوء الفني. أعتقد ده هو الهدف. النقطة الثانية كمان المهمة أنه في حال التنوع فني هتبقى موجودة. معنى مثلا النهاردة في حفلة في العبور فيها رامي صبري ومسلم. ده ليه جمهور وده ليه جمهور. أنه فكرة خلق التنوع. أنا مش بقدم لك لون موسيقي واحد بس في الحفلة. أكتر من لون موسيقي. أنا ده برضو كنت أسألك فيه. الراب والتراب والمهرجانات. تلات ألوان مختلفين. البعض هاجمهم والبعض قال لازم ياخدوا فرصة. هل حيبقى ليهم وجود داخل ليالي مصر وإلى أي مدى مين موجود ومين مش موجود. المبدئيا الراب والتراب والمهرجان كانوا موجودين في مهرجان العالمين. يعني ممثلين بالمطلبين اللي حققين نجاح. بس اللي هو ما هو أكيد أكيد فكرة الصف الأول. الصف الأول. الناس اللي نجحة ومحققة وليها مشاريع موسيقية واضحة وجماهيرية وأرضية واضحة. لكن هنا احنا مش بنتكلم على إنه الراب والتراب أو المهرجان احنا بنتكلم على لون موسيقي محدد وإنه في ناس مع أو ضد انت لما بتعمل مهرجان فاني لازم ترضي كل الأزواج. فبتقدم الأشكال الموسيقية والألوان الموسيقية المختلفة. يعني خلينا نقول إنه الجونرى الموسيقية اللي مسيطرة على الأغنية المصرية والعربية هي البوب. الموسيقى البوب دي هتلاقي تلات تربع المطلبين اللي موجودين على الساحة. هم بيقدموا موسيقى البوب. فلما يبقى فيه تنوع واختلاف إنه فيه أصوات طلعت نجحت في الراب. المهرجانات طبعا حققت تجاحة كبيرة جدا على مدار السنوات اللي فاتت. فيه أسامي منها قادرة إنها تقدم اللون ده بشكل يبقى فيه قبول جماهيري وشكل فيه قبول على المستويات الإعلامية والفنية. فالأسامي دي بتبقى موجودة دايما في المهرجانات. ما ينفعش تنكر إن الناس دي نجحة. ما ينفعش تنكر إنه الراب نجح السنين اللي فاتت فيه أسامي بتقدم الفن ده ونجحة ومطلوبة والناس عايزاها. وليه ينكروا إذا الناس عايزاها والشباب مبسوطين وفيه لون كمان. وعندنا أنواع مختلفة. بالضبط وفيه ألوان تانية أخرى زي الموسيقى المستقلة اللي ممثلة في فرق ما كان يسمى بفرق الأندر جراوند. لكن هذه فيوقتي ما تعتبر ما تعتبر أندر جراوند. لأنه أندر جراوند ده يعني اللي هو تحت الأرض اللي هو مش مسموع أو ملوش جمهرية. الفرق لي هنا جمهرية. كانوا متمركزين في نيويورك وكده في مترو الأنفاق نهما كانوا بيعزفوا تحت الأرض. طلع المسامة ده يعني. وابقا لي مفهوم كمان يعني ليعلقة بالمكان على قد ما هو ليعلقة بمساحة الجمهور والفكرة لكن أنا شايف أنه مثلا الفرق اللي زي وسط البلد كايروكي مصار إكباري الفرق دي ما بقتش تعتبر ممكن أسميها موسيقى مستقلة لأن هم بينتجوا لنفسهم هم بيعملوا شكل موسيقي بعيد عن الجنرال التجارية المسيطرة على الموسيقى اللي هي البوب فالفرق دول برضو موجودين وليهم نجاحات ويمكن في مهرجان العالمين لما كان حفلات مصار إكباري عملت نجاح كبير حفل كايروكي عملت نجاح كبير جدا فأنا أعتقد أن هم برضو هيبقوا ممثلين أو موجودين كلون موسيقي مهم جدا وليه جماهيرية كبيرة فكرة التنسيق والتنظيم وأن نبقى الناس رايحة عارفة هتعمل إيه والترتيب مع شركة تسكرتي أعتقد دي حاجة مدية بعد أكثر حرفية وأكثر احترافية في التنظيم والناس بتبقى دايما يعني الأهالي بتبقى حبة أن البنات تبقى قعدة في البيوت والشباب ما تبقاش موجودة في تجمعات كتير بالذات في الأيام ما كانت زحمة ولكن لما نلاقي تنظيم ده شيء بيدي مزيد من الشعور بالأمن والأمان أنا أعتقد أنه السنوات اللي فاتت مع بداية تجربة تنظيم شركة تسكرتي للفعاليات الفنية والرياضية المخاوف الكتير اللي كانت بتبقى موجودة حوالين فكرة سوق التنظيم التعرض للمضايقات المشاكل الأمنية الموجودة الحاجات دي كلها الهواجز دي كلها ما بقتش مطروحة وبقتش موجودة وخصوصا في الحفلات الفنية لأنه مثلا أنا واحد من الناس المتابع ومهتم وبروح وبشوف كان زمان بيبقى مثلا عندك فكرة إنه الحفلة دي مطبوع لها مثلا 30 ألف تسكر فتلاقي اللي جاي لك 50-60 ألف فكان بيحصل فيه مشاكل دلوقتي لأ بقى فيه تقنين وبقى فيه تنظيم إنه تسكرتي بتحدد عدد التذاكر عدد الحضور أماكن الحضور فيه عملية تنظيمية دقيقة جدا فأنت بتضمن إنه الحفلة اللي مثلا لها ساعة معينة هتضمن إن الساعة دي هي اللي هتكون مخصصة الأماكن ونقطة مهمة جدا كمان إنه الحفلات اللي بتنظمها الشركة المتحدة غالبا وعادة دايما بيبقى فيه اهتمام بفكرة الحضور العائلي وإنه دايما العائلات بيبقى لها مكان ده لا يتعارض ولا يمنع فكرة إنه هي حفلات بالأساس موجهة للشباب لكن إنت تقدر تكون عزم أو داعي كل الفئات وفتح لكل الفئات بس هي بتتعلق بفكرة أنت بتنظم إزاي زمان كنا أنا لما نسمع عن حفلة يقول لك الحاجزة تذاكر كوشك في مدان سفينكس أو قدام بدي الشمس أو قدام الأيوطليبس هليوبلس ونطلع ونروح ونلاقي التذاكر توقف من ثلاث ساعات تستنى نهار دا الموضع بقى أونلاين تطور قدير وإنت بخلاف إنك بتريح الناس قدير الشركة نفسها عارفة أنت مين حسابك البنكي إيه اسمك إيه موبايلك إيه لو حصل أي أبديت للحفلة تلغت أو كده إزاي دا أثر أو بيأثر أو حيأثر أيضا على التنظيم دا التطور الطبيعي لفكرة تنظيم الفعاليات لأنه إحنا كنا بنتكلم زمان نقول إيه في مطشاط الكورة في إنجلترا مثلا بيبقى الفان آيدي بتاع المشجع والتذكرة بتاعته والحاجز أونلاين من قبل ما الدور يبتدي وده كان بيحصل في كل الفعاليات بس العالم كله بقى يفكر بالشكل دا وبيشتغل بالشكل دا إحنا ععدنا ستين سابقة بنتعامل مع الأمور بشكل فيه نوع من العشوائية والورقية لا اتهدفك في النهاية أنك تريح المشاهد أو المتفرج فبتوفر له السبل أنه مين دلوقتي ما بيعملش أغلب الحاجات في حياته عن طريق الموبايل وعن طريق الحاجات الأونلاين ده قص لنك بتشتري هدومك أونلاين دلوقتي يعني حصل فطبيعي جدا أنك تبقى حجز تذكر الفعاليات أو الحفلات يبقى أونلاين ويبقى ده أسهل أنت دلوقتي مش محتاج أنك تنزل تضرب مشوار زي ما حضرتك قلت لمكان في آخر الدنيا وتقف تستنى وممكن ما تلاقيهوش فأنت دلوقتي وانت قاعد في بيتك بتحجز تذكرتك وبتدفع تمن التذكر عن طريق الكريدت كارد بتاعك فالأمور فيها سهولة وبتروح تستلمها سهيل أصلا ده أنا شايف ده التطور الطبيعي للتعامل مع الأشياء فأتمنى أن نحن نستمر في هذا ده حيفضل الشكل السائد لا طبعا خلاص هو ده الشكل السائد في العالم كله بقى كده فطبيعي أن نحن نبقى برضو ماشيين على هذا النهج طيب الحفلات هل هتزاع على قنوات المتحدة المختلفة ده ممكن لو حصل ممكن يعرف الناس أكتر عن الحفلات يوريهم شكل التنظيم يزيد الإقبال عليها ويخلي الناس تقدر تخرج وتنبسط وتستمتع اللي احنا تعودنا عليه في الفترة الأخيرة أنه الفعاليات الفنية اللي بتنظمها الشركة المتحدة بتزاع على قنوات الشركة المتحدة ما عنديش معلومة مثلا أنه حفلة إيه هتتزاع فيين لكن ده الطبيعي وده اللي بيحصل دايما وشايف أنه من المهم أنه أنت حفلاتك الفنية لو أنت مسؤول عن تنظيمها أنها تتزاع على شاشات القنوات التابعة للشركة المتحدة لأنه ده كمان بيوصل يعني أنا مثلا متفرج قاعد في القاهرة والحفلة دي معمولة مثلا في الصعيد هبقى نفسي هتفرج على الفنان ده إيه المشكلة أه مش هروح الحفلة دي المشاهد اللي في الصعيد هو اللي عنده فرصة أنه يشوفها يعني لكن فكرة إذاعة الحفلات نفسها هي إيه اللي خلانا فاكرين لغاية دلوقتي لالة تليفزيون وحفلات الربيع إنها كانت بتتزاع إن إحنا كنا بنشوفها آه يمكن مفيش حد فينا رحة أو حد فينا مع رحة مرة لكن ثابتا بأزهنة بتحط صالح وأنغامه وكان كوكب وكان كازم الساهر وكان كازم الساهر فنانين كتير جدا صحيح الفكرة أنه الإذاعة نفسها دي بتخلي الحفلة أو الحدث ده جزء من من الزاكرة وجزء من الأرشيف يعني إحنا اللي قات تلفزيون مصري عنده أرشيف ضخم جدا لحفلات ليلة تلفزيون وحفلات الربيع اللي من عقود طويلة فدي بقى الجزء من الزاكرة شايف دايما أنه التصوير بتاع الحفلات زي كده تصوير المسرحيات والأحداث اللي هي بتبقى حية على مسرح فتصويرها ده بيسمح فاكر هو الموضوطة قزم شهرته في مصر كان بسمى بالدمديب اللي تترمي عليه كانت قيم جميلة وأنا أعتقد أنه العصر بيتطور وكل زمن وليه مفرداته وكل زمن ليه آلياته يعني ونجومه وأنا أعتقد أنه كمان في مهرجان أو حفلات ليلة مصر هنشوف نجوم كتير من الوطن العربي مصر دايما مهرجاناتها الغنائية والفنية هي بتستقطب نجوم الوطن العربي ده حصل في مهرجان العربي صحيح وأكيد هيحصل في ليلة مصر أكيد وفكرة أن عشان الناس تروح تشوف نجمها المفضل بتدفع فلوس فلوس كتير كتير قوي كتير قوي جدا خالص يعني صحيح لكن الشركة المتحدة عاملة الموضوع المرادي في الإمكان وفي المتناول وبيخدم مختلف الشرائح الاجتماعية فكرة أنه نقدر بفلوس قليلة نروح نشوف نجمنا المفضل لايف ونستمتع ونخرج أعتقد أن دي برضو فكرة هيلة وجديدة وما بتتعاملش بقالها كتير طبعا بالتأكيد لأنه كمان هرجع للنقطة بتاعت العدالة الثقافية اللي حضرت كلمتي عنها أنه الحفلات أسعار تذكر الحفلات عموما بقت مرتفعة جدا أي حفل بتنظمه جهة خاصة معروف أنه أجر الفنان لوحده بيبقى جزء من الفكرة اللي بتخلي نتيكة الحفل أو تذكرة بتاعته وسعرها عالي لكن لما جهة أو كيان زي الشركة المتحدة بينظم فهو هنا بيتكلم عن مجموعة حفلات بيبقى فيها مراعاة للبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي وخصوصا كمان أنه أنت بتروح لكل محافظات مصر فلازم تبقى برضو مراعي النقطة دي أنه القوى الشرائية والقوى الاقتصادية مدام أنت عايز توصل للجمهور وبتقدم خدمة فنية وخدمة ثقافية صح فأنت بتبقى عندك تراعي بتراعي الفكرة بتاعت أنه سعر التذكرة وأعتقد أنه أسعار التذكرة مناسبة جدا لكل الفئات والمسألة دي بقى بتشكلش في الفعالية دي تحديدا أزمة أو مشكلة يعني مش هتلاقي حد يقول أسعار التذكرة زيادة أسعار لا في الآخر هي خدمة معمولة الهدف منها بالأساس أنه يبقى فيه منتج فني ومنتج ثقافي بيوصل للجمهور بسعر مناسبة صحيح مصر فيها ألوان كتير جدا من الغنى يعني يمكن احنا كنا محظوظين في القناة الأولى أن احنا كان عندنا برنامج جسمه مصر التغاني بالضبط ورصد الفن النوبي الفن الصعيدي المواويل الفن الفلاحي يعني الأغاني بتاعت الدلت الفن السحلي سواء السمسمية وخلافه ويمكن ده كتب عنه جمال حمدان في شخصية مصر كتب الأجناس الأربعة للمصريين عن القصة دي على أي حال احنا حنشوف الكلام ده مجسد تفتكر أن احنا ممكن نراهن على ده بألوان غنائية مختلفة يعني احنا احنا تكلمنا عن المهرج وتكلمنا عن الراب والتراب الأصل في الموضوع هويتنا وفلكلورنا الثقافي حيطلع أنا بشكرك جدا على الملحوظة دي لسبب بسيط احنا في مصر عندنا أكتر من 28 لون غنائي فلكلوري ويمكن العدد يزيد عن كده وزي ما حدق قلت أنت عندك كل منطقة في مصر أو كل إقليم في مصر ليه هوية ثقافية وموسيقية يعني الصعيد فيه أكتر من شكل موسيقي وشكل غنائي فلكلوري منها مثلا أغاني العديد مثلا اللي هي بتعمل فلكلوري الصعيد القناة هتلاقي فيها أغاني السمسمية النوبة لها طابع موسيقي الغنان النوبي والموسيقى النوبية المطروح والجزء الغربي ده ليهم شكل موسيقي وليهم أغاني بتاعته سينة الوادي جديد تاكس جاية من الحمام الجزء بتاعة المطروح ده ليه أغاني بتاعته سينة ليها شكل وهوية موسيقية فاللحين الدلتة الدلتة ليها مثلا أنا أتذكر أنه دكتورة متلدة عبد المسيح اللي هي واحدة من أهم البحثين في مجال الموسيقى كانت عاملة بحث كبير وتحول الكتاب عن أغاني الشوار في الفلاحين أغاني اللي بتتعمل فيه الأفرح بتاعت الفلاحين فتخيل أنت والفولكلور بتاعك غني ومتنوع وواصل لمناطق متخصصة القبائل العربية الوافدة للصعيد مخلية لغة الضاد يعني ياسين التهامي الأب نودي اللغة نفسها واضحة جدا بالمناسبة يعني الشيخ ياسين التهامي يعني أنا بشوف أنه لي يعني جماهيرية طاغية عظيمة للفن اللي بيقدمه هو الإنشات والمديح الصوفي طبعا ده على فكر بالمناسبة أتمنى أن نشرت المتعدة ده لي جماهيرية من الدلتة للصعيد يعني الشعبية كبيرة جدا فأنا أتوقع أنه حتى في الليالي المصرية دي مدام أنه فيه توجه للذهاب إلى المحافظات أتوقع أنه هيبقى فيه مرعاة لفكرة أنه جماهيرية الفنان أو اللون الفني اللي بيقدمه مناسب أكتر لمحافظة إيه أو منتشر في محافظة إيه فيبقى فيه القرب أو وجود الألوان الموسيقية المختلفة بالمناسبة يمكن إحنا عندنا برضو نقطة مهمة جدا اللي لازم نركز عليها الفترة الجاية أنه الفنانين اللي بيقدموا الفن الفلكلوري أو ألوان من الفنون الفلكلورية لازم يبقى لهم مساحة ويمكن برنامج بصر تغني يفتح الفرصة دي بس نكمل على ده بأن يبقى لهم مساحة في الحفلات الكبيرة يعني حفلات الجماهيرية اللي رحل المحافظات ممكن يبقى فيه فقرة لفرقة أو فنان بيقدم فلكلور مرتبط بالمحافظة دي هتبقى جميلة جدا بجانب النجم الكبير اللي هو اللي جاي أو الفنان اللي بيقدم الموسيقى الباب أو اللون الموسيقى اللي جمهارية كبيرة فده يفتح المجال لفكرة أنه تحي الفلكلور بتاع كل محافظة أو منطقة بشكل يعني على الأقل بتمرره كده للناس بجانب الرسالة الإعلابية اللي كانت موجودة نقطة تانية مهمة جدا برضو أعتقد أنه لالي مصر دي فرصة أن احنا نقدم فيها أصوات جديدة بجانب النجوم الكبار لأنه مصر ولادة طول الوقت بالمواهب والأصوات الشابة اللي بتبحث عن فرصة فأعتقد برضو أنه لالي مصر ممكن تبقى فرصة مناسبة جدا لأنه بتقدم من خلالها أصوات جديدة سواء الأصوات اللي شاركت في برنامج الدوم أو أو أصوات حققت نجحت على مدار السنة أو السنتين اللي فاتوا دي فرصة كويسة جدا يعني مناسبة لالي التلفزيو كانت بتقدم نجم كبير وأصوات شابة وتنوى مختلف أعتقد ممكن تبقى لالي مصر فرصة لتقديم أصوات جديدة تظهر على الساحة فكرة أن المدن أو المدن الرئيسية في المحافظات دلوقتي بقى في منها النسخة الأجدد يعني المنصورة الجديدة وغيرها مثلا كل المدن دي بقى في منها مدينة جديدة فالامتداد العمراني ده حصل فيه طفرة كمان في البنى فيه فنادق فيه أماكن إقامة بجودة عالية ونظيفة ومهيئة للإقامة ده ممكن يشجع السيحة الداخلية بين الناس يعني محافظتين قريبين من بعض وحد ممكن عايز يروح يسمع لفنانه المفضل ويرجع أعتقد أنه مش لازم يرجع فيه أماكن إقامة وأماكن الناس تقدر وتقعد وتنبسط فيها وتتكملها يعني كويك أند كويس تبقى حاجة زلطيفة أو دي نقطة مهمة جدا جدا وده اللي هنا بقى بيعبر عن فكرة الربط ما بين البنية التحتية اللي الدولة المصرية أسست لها وبنتها خلال السنوات الأخيرة وما بين إنه ده بقى يسمح إنه يبقى فيه حياة حقيقية وفعليات حقيقية تتعمل إحنا ليه زمان ما كناش بنقدر يعني مش بقول زمان قوي بس زمان كانت فيه فكرة إنه صعب إنك تعمل حفلات كبيرة في المحافظات لأنه مكانش عندك بنية تحتية ما عندكش فنادق تستوعب ما عندكش مسارح تستوعب ما عندكش أماكن ساحات كبرى للحفلات ما عندكش أندية كبيرة تقدر تستوعب إنه يبقى فيه حدث فني أو ثقافي أو رياضي في المحافظات فالأساس في الموضوع هنا يمكن للدولة المصرية بدأته من عشر سنين تركيز على فكرة إنه يبقى فيه بنية تحتية في كل محافظة بقى عندنا المنصورة الجديدة وبقى عندنا من كل محافظة نسخة جديدة حديثة فيها بنية تحتية تقدر تستوعب أحداث سياحية فعاليات فنية فعاليات رياضية يعني إحنا ما كانش عندنا أندية في كل محافظات مصر دلوقتي بقت الدولة المصرية بتسعى إنه يبقى فيه وجود الأندية في كل لو أندية حقيقية ونضيفة ومعارق عصرية يعني مش جديدة زي الأندية الكبرى في القاهرة يعني بقى في المحافظات دلوقتي الناس بتشوف أندية موجودة تستقبل فعاليات بالعكس في بعض من أندية القاهرة ابتدت تفتح أفرع في المحافظات بالضبط فالجزئية بتاعت إنت عمرك ما كنت هتقدر تعمل مهرجان فن أو فعاليات فنية بتجوب المحافظات من غير البنية تحتية إلا ما يكون عندك بنية تحتية وإحنا دلوقتي عندنا بنية تحتية محترمة تقدر تستوعب الفعاليات السياحية والثقافية والفنية في كل محافظات مصر أكيد يعني الناس الأول كنا نقعد نقول هيعودوا فين بالضبط الطريق مش مساعد الناس تخاف تسوقوا بالليل الطريق مش ممهد با كان في محافظات كبرى إنت عندك شبكة طرق تقدر تتحرف با كان في محافظات كبرى في الدلتة ومدن كبرى في الدلتة ما فيهش فنادق فيها ألافات لا بتتكلم في أنه ما كنت شتقدر تعمل مؤتمر كبير عديت أنت على جملة كده عايزة أعط تحتها خط يا سيد مستطفى قصة الدوم البرنامج الأشهر اللي بتنتجه الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب وإحنا ممكن ناخد من المواهب الصعيدة من هذا البرنامج نجوم يحيو هذه الحفلات لو عايز نفكر كده تفكير خارج السندوق ممكن نعمل ده إزاي بشكل عصري بشكل يواكب ما يحدث حتى على ألف الإقليم في الوطن العرب هو اللي واضح أنه يمكن الشركة المتحدة في أغلب الفعاليات الفنية والموسيقية اللي كانت بتنظمها على مدار منذ بداية برنامج الدوم كان بيبقى فيه تقديم للأصوات والمواهب اللي شاركت وحققت نجاحات في الدوم بيشاركوا في الفعاليات الفنية المختلفة وده حصل يمكن فيهرجان عالمين هيختلف أنت عشان تقدم وجه جديد أو صوت جديد أنت بتقدم له الدعم بشقين الشق الأول أنه يبقى له أعمال فنية منتجة وده حصل والشق التاني أنك تقدمه في حفلات وأظن أنه الفنان أو المطرب اللي بيطلع أو الصوت الجديد اللي بيطلع من برنامج الدوم الفرصة بالنسبة له في حفلات زي لالي مصر أنه ياخد فقرة ياخد جزء مش هقول أنه هو النجم اللي الناس هتجيله هو لكن أنك تقدمه جنب نجم كبير فده بيخلق له مساحة وفرصة أنه يعمل جماهيرية أكبر وأنه يتعرف بشكل أكثر هي دي القاعدة يعني وقعد أزي بقوله ده الكاتالوج بتاعت قديم الأصوات الجديدة عمرك ما بتقدر تدعم بشيء أكتر من أنك تقدمه في حفلات مع نجوم كبار فالناس تبتدي تعرفه أكتر وتسمعه أكتر والجمهور بقى يقبل أو يرفض هي دي الجمهور هو الفايصل دائما مش هتقدر تفرد بص الموهبة بتفرد دفسها أنت بتوفر لها الإمكانيات توفر لها الفرصة وفيه أصوات كتير ماتت وفيه أصوات كتير عندك الهضب الله أكبر عليه عقود متتالية الهضب قصة تانية خالص أنا بتكلم أنه عندك ده وده الجمهور دائما هو الفايصل أنت عملت اللي عليك أنا أرى أن الشركة المتحدة عملت اللي عليها في برنامج الدوم أنها قدمت مواهب متعددة في مجالات مختلفة تمثيل وغنى وتقديم تلفزيوني أنت بتدعم الفرصة بتدعم الموهبة من أنك تديها الفرصة وفي الآخر بتحطه على الطريق وهو اللي بيقدر بقى يكمل إذا يفرد بقى موهبته دي على الجمهور دي بتاعته هو فاللي تقدر تقدمه الأصوات الجديدة أنك تنتج لهم وتديهم فرصة أنهم يظهروا في الحفلات نجاحه بقى من عدم وده بتاعه هو مش هتقدر تفرضه على الناس صحيح أكيد ليالي مصر واحد من البرامج اللي أطلقتها الشركة المتحدة اللي بتهدف فيها أنها كل الناس تنبسط وتتفرج على مطربها المفضل وهما موجودين في مكانهم في محافظتهم في وسط أهلهم هيقدموا حاجة إن شاء الله تكون بتعجب الناس احتدت ليالي من إمبارح ومستمرة على مدار الأيام الجاية اتكلمنا فيها النهاردة مع الأستاذ مصطفى حمدي الناقد الفني مصطفى نورتنا وشرفتنا وسعيدنا بوجودك معنا النهاردة صباح الخير عليك وكل سنة وانتو طيبين شكرا لك وكل سنة وانتو طيبين شامن سيم سعيد عليك وآيات سعيدة عليك يا رب